حذر وزير النفط الإيراني جواد أوجي من تحول بلاده إلى مستورد للنفط والغاز في حال لم تنفق الأموال اللازمة في تنمية هذه المنتجات وإترافقها التصريح مع توقف وصول المزود الإيراني إلى لبنين منذ 16 أيلول حين كشف السيد حسن نصر الله عن وصول شحن ثاني إلى مرفع بنياس بعد أيام من الأولى على أن تلي شحن ثالث من البنزين وربعة من المزود وفي هذه الأثناء توقفت شركة الأمانة للمحروقات عن استقبال طلبات لشراء المزود الإيراني تحضيراً للمرحلة الثانية لتأمين المدى وتوزيحها لفصل الشتاء نحن شفنا الشاحنات اللي انطلقت من الداخل السوري على لبنان بس ولكن عدد البواخر اللي وصل على بنياس ما حدا بيقدر يعرف إضافة لهالأمر في عامل الكل بيخلوا بس على الأرجح المراقبين يعني بيتبهولوا أنه الداخل السوري مش بقيد حزب الله هو بقيد النظام السوري فعلياً وحزب الله هو إذا بدك مساعد للنظام السوري يعني فيه كلام طلع من فترة أنه فيه بعض الخلافات ما بين النظام السوري يعني هو كمان بيحاجة للنفط الإيراني وتحديداً للزوت والبنزين مثل ما لبنان بيحاجة له والدليل أنه كلنا بنعرف كان فيه تهريب من هوني على الداخل السوري وبالتالي وقت لبتجي الشاحنات على سوريا اللي تمرق على لبنان مستحيل تمرق إلا ما يكون للنظام السوري عم يخططع جزء منها أو عم يتفق مع حزب الله على صيغة معينة لحتى يسمح له يمرأة سرعاً ما تحول المزوت الإيراني إلى مصدر تجارة للحزب فقد عالم هنا لبنان أنه اللي جاني تتبع للحزب والمسؤولي داخل المناطق عن تنظيم الطلب على المزوت الإيراني وتحديداً في منطقة الجنوب اتجهت إلى الضغط على أصحاب المولدات من منطلبوا المدى لبايع شبكاتها بالكامل لألة وبالتالي يحقق الحزب أرباحي إلي عبر تأمين المزوت من دون رفع رسول جمهوركية تؤمن أي مردود لخزينة الدولة وعبر تشغيل شبكة مولدات خاصة إذا كانت الدولة الإيرانية عم تعطي حزب الله هبة يعني فعلياً الأموال أو مردود كل هذا النفط سيعود إلى حزب الله عم يقبض هو كان بالفترة السابقة أقل من سعر السوق وبالليرة اللبنانية إذا كان عم بيحوله دولار فعلياً بيكون عم يعمل ضغط على سعر صرف الليرة بلبنان لأنه عم بيجيب سلعة مش مدفوع تمنى عم بيحولهم لدولار حتى يدفعهم لمناصرين أو حتى يحطهم بجيبتهم يخزنهم وبكلة الحالتين في مشكلة لأنه الدولة اللبنانية غير مستفيدة من هذه الرسوم في المقابل تعددت الشكيوة من نوعية المزوت الإيراني للا يخضع للرقابة والفحوصات فلبنان توقف عن استخدام المزوت الأحمر منذ 2018 لضارة البيئة اللي بيسببه بسبب الدخين الكثيف ورائحة الكريهة نظرا لارتفاع نسبة الكبريت اللي بيتضمنها واستبدالته بالمزوت الأخضر فهل يتوقف تضفق المزوت الإيراني نحو الأراضي اللبنانية؟ واضح أنه الموضوع رائح لمكان أنه بدأت توقف هذه الشحنات لأنه بطبيعة الحال الموضوع صعب كتير صعب على حزب الله أنه يخذ مكان الدولة وبعدين هو بيعتبر نفسه مقاومة لحتى ينتقل من المقاومة لبيع المزوت والبنزين هذا أمر منه سهل يعني إذن قد تكون الشحن اللي وصلته الأولى والأخيرة أو قد تتمكن الشحنات الأخرى من شق طريقة إلى لبنان وفي كلتال حالتين لم تتحرك الجهية الرسمية تجاه خرق السيادة وتهديد صحة المواطنين ترجمة نانسي قنقر